اشتركوا في القناة جلالته عددا من اللقاءات مع شخصيات سياسية اقليمية تركزت على ملفي عملية السلام والازمة السورية اضافة الى لقاء مسؤول روسي لبحث التعاون في مجال الطاقة هذا اليوم لهو من اعظم ايام الانسانية اذ ولد فيه جدنا الهاشمي رسول الرحمة الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق بهذه الكلمات هنأ جلالة الملك الاردنيين بذكرى المولد النبوي الشريف من خلال صفحة الديوان الملكي الهاشمي على تويتر قبيل رعايته الاحتفال الذي اقامته وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين واستمع جلالته خلال الحفل الى كلمات استذكرت السيرة العطيرة للنبي الكريم وابرز المحطات المهمة في حياته قبل وبعد النبوة والدروس والمعاني المستقام من ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورسول رب العالمين الذي ارسله الله للناس اجمعين يدعو الى الاسلام ويحض على الاحسان ويحذر من البغي والعدوان للمسلم وغير المسلم الملفات السياسية المرتبطة بدعم جهود تحقيق السلام والتداعيات الازمة السورية كانت الابرز حضورا ضمن برنامج جلالة الملك الذي استقبل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف واستعرض معه مجمل تطورات الاوضاع في الشرق الاوسط حيث جدد جلالته التأكيد على موقف الاردن الداعم للتوصل الى حل سياسي شامل للازمة السورية يوقف نزيف الدماء ويحافظ على وحدة سوريا ارضا وشعبا من جانبه اكد وزير الخارجية الايراني حرص بلاده على التنسيق والتشاور مع الاردن حيال مختلف التحديات التي تواجه الشرق الاوسط اما ملف عملية السلام فشهد لقاءا جمع جلالة الملك مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو في عمان تبع اجتماعين عقدهما جلالته مع رئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الامريكي جون كيري بهدف دفع جهود تحقيق السلام بما يحافظ على مصالح الاردن العليا في مفاوضات الوضع النهائي وصولا الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا الى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية والتي تعيش بامن وسلام الى جانب اسرائيل وعلى صعيد اخر التقى جلالة الملك مع المدير العام لمؤسسة الطاقة الذرية الروسية سيرجي كيرينكو في اجتماع جرى خلاله التأكيد على متانة العلاقات الاستراتيجية بين الاردن وروسيا الاتحادية والحرص على تمتينها والنهوض بها في شتى الميادين خصوصا في مجال الطاقة وذلك ضمن استراتيجية المملكة لتنويع مصادر الطاقة في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع ومن ضمنها توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية وفي اطار منفصل زار جلالة الملك القائد الاعلى للقوات المسلحة قيادة العمليات الخاصة المشتركة كما زار جلالته ايضا مركز القيادة والسيطرة التابعة لقيادة العمليات الخاصة وشاهد جلالة القائد الاعلى المعرض العسكرية الذي اقامته القوات المسلحة للمعدات والاسلحة والمهمات العسكرية